اشتركوا في القناة في الاهرام صفحة اولى بيقول 33 حزبا تخوض الانتخابات مع الحرية والعدالة بدون شعارات دينية الشروق صفحة اولى الاخوان تنفي تمسكها بشعار الاسلام هو الحل الشروق صفحة اولى الرئيس السابق للقضاء الاداري الشعار لا يخالف القانون المصر اليوم البردع يفتح النار الاحزاب فقدت مصداقيتها بعد لقاء العسكري وثقت الشباب في المجلس تضاقلت الاهرام 69 متهما في احداث السفارة الاسرائيلية تكشفهم سيديهات جديدة الاهرام المالية تنفي تبديد اموال المعاشات الشروق صفحة اولى الداخلية ترسل ضابط امن الدولة المتهم بقتل بلال في بعثة السودان المصر اليوم اخر خبر معانا نهاردة شاب يقاطع المفتي في خطبة الجمعة استاذ محمد نبدأ باول خبر معانا هو 33 حزبا تخوض الانتخابات مع الحرية والعدالة بدون شعارات زينية المفترض النهاردة بالليل في اجتماع مهم الاحزاب التحالف الديموقراطي اللي كانت بتضم حوالي 40 حزب ومؤخرا اختار حزب الوفد انه يشارك في الانتخابات القادمة بقائمة منفردة بعيدا عن التحالف الديموقراطي اللي كان بيقوده مع الوفد حزب الحرية والعدالة الزراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الاجتماع النهاردة تقريبا معمول لتقسيم تركت الوفد على عدد من الاحزاب الاخرى القائمة ستضم مع حزب الحرية والعدالة احزاب الوسط والقرامة والعمل وعدد اخر من الاحزاب كما كان متفق عليه منذ يومين تقريبا الحرية والعدالة سيشارك بالنسبة الاكبر نصيب الاسد في تلك القائمة 40% من مقاعد القائمة وكما ذكرت بيانات صدر امس واول امس ستم تقسيم النسبة البقية الهي 60% بنسبة من 10 الى 2% لكل حزب بحسب قدر الحزب وسقله في الشارع السياسي كان هناك خلاف حوالين خوض حزب الحرية والعدالة اللي هو حزب جماعة الاخوان المسلمين للانتخابات تحت شعار الاسلام هو الحل هو تقريبا هو ده يعني على طول الخبر اللي جاي معنا في الشروق واللي هو بيقول ان الاخوان كان في تمسكها بشعار الاسلام هو الحل ومش عارف هل هل دي زي ما بيقول طبعا كان كان تمسك عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بشعار الاسلام هو الحل كان اصار خلاف داخل احزاب التحالف احزاب التحالف في عدد كبير من الاحزاب المدنية سواء مرجعيتها يسارية او قومية او لبرالية فحسما لهذا الخلاف على لسان الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي الحرية والعدالة قال ان احنا هنخوض الانتخابات ضمن قائمة التحالف بشعار توافقي يتم دراسته ومن المحتمل ان يعلن عنه اليوم يعني في نفس السياق الرئيس السابق للقضاء الاداري اللي كان في الاول الاخوان كانت طبعا تحت دايما من شعار الاسلام هو الحل ولكن بعد الصورة وبعد ما حصل انه في ناس كتير جدا وقفت وقالت انه ده ما يمشيش مع ده وده لا يصلح لده بدأوا دوراتي يتراجعوا او اختفوا شوية بعدين بدأوا يتراجعوا بقصة انهما بينفوا تمسكهم بالاسلام هو الحل بالرغم انهما لما هيمسكوا اكيد هيبقى هو ده المرجعية بتاعتهم المرجعية لما يكون الحرية والعدالة نازل بقائمة منفردة ولكن ادام اختار انه ينزل ضمن قائمة التحالف فيها احزاب لها مرجعيات مختلفة فنزولا على رغبة تلك الاحزاب اختار حزب الحرية والعدالة انه هو يغير الشعار ويخذ الانتخابات بشعار توافقي دي مش اول مرة ان جماعة الاخوان المسلمين تشارك في الانتخابات بشعار غير شعار اسلام والحل في انتخابات تقريبا الفين وخمسة وفي انتخاباته الشورى قالوا كان الشعار المطروح الاصلاح وكان فيه مجموعة من الشعارات المستخدمة خوفا من ان يتم شب احد مرشحيها بسبب استخدامه شعارات دينية ولكن الرئيس السابق للقضاء الاداري النهاردة المستشار عادل فرغالي اكد ان شعار الاسلام هو الحل شعار قانوني ودستوري ولا يخالف قانون الانتخابات فيه كلام مهم ايلو في هذا الاطار لا يعد شعارا دينيا اذا كان الشعار لا يعني ان الدين الاسلامي هو الحل وانما النظام المجتمعي السياسي الذي صنع الحضارة الاسلامية ووضعها على طريق التقدم هو الحل استخدام الشعار يهدف الى اقناع المواطنين بالحل الاسلامي المشكلات المختلفة واذا كان من حق الاحزاب اللي مرجعيتها يسارية ان هي تقول ان الاشتراكية هي الحل واذا كان الاحزاب الليبرالية قالت ان الليبرالية هي الحل فالاحزاب اللي هي مرجعية اسلامية من حقها تقول ان الاسلام هو الحل ومع ذلك الاخوان او حزب الحرية والعدالة اختار ان هو ينزل على رغبة باقي اعضاء التحالف ويبحث عن شعار توافقي سيتم الاعلان عنه بعد اجتماع اليوم اللي هيبدأ الساسبعة يعني اكيد الموضوع ده هيفصل قريب جدا يعني وهنعرف اين لها يحصل لو رحنا للشروق برضو في الصفحة الاولى عندك هنلاقي انه مكتوب ان الرئيس السابق القضاء الاداري الشعار لا يخالف القانون ممكن تكلمنا بقى على النقطة دي شوية كده نعم انا تقريبا يعني اشرت لي في اطار كلامي على منشط الشروق المستشار عادل فرغالي رئيس محاكم القضاء الاداري السابق قال حسن لانه في كذا حكم صدر في انتخابات 2010 في انتخابات الشورى 2010 وقبلها في انتخابات 2007 قال ان شعار اسلام والحال شعار دستوري وقانوني وعليه لم يتم شط باحد باستخدامه هذا الشعار في الانتخابات الماضية واظن ان الجماعة مش هتستخدمه في الانتخابات الجاي المصر اليوم صفحة اولى بتقول ان البرادع يفتح النار على الاحزاب فقدت مصدقياتها بعد اللقاء العسكري وثقت الشباب في المجلس تضاءلت الخبر ده المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة قالوا في احدى القنوات الفضائية التصريحات اكدت ان البرادع انحاز لما يراه الشباب في هذه المرحلة الدكتور البرادع قال الاحزاب فقدت مصدقياتها بعد اللقاء العسكري فهو عدد كبير من السياسيين رأوا ان توقيع رئيس 13 حزب على تأييد مطلق للمجلس العسكري في البيان الشهير منذ اسبوع جعل هذه الاحزاب يعني جعل ما يشبه صورة داخل تلك الاحزاب عدد كبير من شباب تلك الاحزاب واعضاءها وقواعدها طرح السقة في رؤسائه البيان ما زال مسير للجدل ما زال عدد من الاحزاب تحاول لملمت الجراح التي سببتها توقيعات رؤسائها على هذا البيان بيان حق قدر من المكاسب ولكن النقطة الاخيرة في هذا البيان اللي اعلم فيها رئيس 13 حزب عن تأييدهم المطلق للمجلس العسكري ده سبب ازمات كبيرة جدا داخل تلك الاحزاب لانه فيش حاجة اسم تأييد مطلق لأي حاكم ايا كان هذا الحاكم كل الحكام مختلف عليهم بيبه فيهم المجلس العسكري خصوصا المجلس العسكري بويدير مصر في مرحلة انتقالية من المفترض انه يسلم السلطة العام المقبل ولكن فيه شكوك لدى بعض ورئيس منتخب خلال